قلنا اذهبا إلى القوم الذين كلبوا بآياتنا فدمرناهم تغميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أفرقناهم وجعلناهم للناس آيق قارئ صاحب صوت عملاق يبدأ بقرار بيات ثم يصعد للدرجة الرابعة لينتقل إلى مقام الرصد ولا يطيل فيه كثيرا ولكن يفاجئ الجميع بمقام النوى أثر والنوى أثر هناك من يقول أنه مقام خاص بذاته وهناك من يقول أنه فرع من فروع النهواند ولا يذهب إلى هذه المقامات إلا القارئ المتمكن والمتميز في علم الأصوات والمقامات ثم يعمل دمج جميل وحوار بين مقامين مختلفين تماما العجم والذي يعتبر من المقامات الغربية ويقولون عنه مقام دوماجير أو السلم دوماجير وفي الشرق يقولون عجم عشيران ثم ينتقل إلى الراست وهو أبو المقامات الشرقية وأصل المقامات الشرقية والمفاجأة أنه أثر هذا المقام غريب وفريد ولم يتعرض له الكثيرون من القراء ثم يصعد لجواب البيات وهنا التمهيد يلمس الصبع أحيانا ليطفي على التلاوة التحزين والشجن ثم ينتقل إلى قرار البيات يمهد للختام وهذا مثال لمقام النوى أثر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ قَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٍ الشيخ علي حزين قارئ فريد من الطراز المتميز